السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة تلتة من مشجع ببيب وفي عيد ميلاد النادي الاهلي مية واربعتاشر فريق النادي الاهلي كرة القدم يصلح الجمهور بالفوز على امبي تلاتة واحد احنا في الحلقة دي عايزين نكلم عمد شين سموحة وامبي انا مش هحجل لان المباراتين يعني اه فيهم اه فيهم حاجة كتير تتقال لكن علشان اقول والله ايه والله المبارات دي فيها اه جانب تكتيكي هنا فيها جانب تكتيكي هنا فيه شغل كتير جدا تعمل في المطشن من مرسماني ومن اللعيبة ولكن الاهلي يحرفوا التوفيق في مبارات سموحة بينما كانت توفيق معا جدا في الشغط الاول تحديدة من مبارات امبي لكن في حاجات اهم في حاجات اهم نتكلم فيها لازم نتكلم فيها اهم انك انت كسبت امبي وضغلت من سموحة واهم من انك انت قدت مباراتين كويسين وان الاداء اتحسن لازم نعترف ان الاداء اتحسن وان بقى فيه جوانب خططية واضحة للمرسماني على الاقل في المطشن دول وان فيه كرفات بتاعها في الفرقة تحديدا كرف اه حسين الشحات كرف افشة كرف شريف يوضمن عليهم كمان مبارات الزمالك يعني لو ضمنوا على الكلام ده مطش الزمالك الشريف انه ده بيسجل هدف تلت في بيسجل هدف تلت في تلت مطشات الشريء اه حسين شحاب بيسجل هدف تاني في مطشين وفيه اداءات جيدة من بعض اللاعبين لازم نقول ان الحاجات دي يعني لازم نضمها جمع بعض ان انت محتاجها في طولة افريقيا لكن برغم من ده كله فيه حاجات بتفرن نفسها عليك تخليك تتكلم عنها اكتر من الاداء واكتر من الفوز واكتر من الهزيمة واكتر من تلت ابنت انت خسرتهم قدام سموحة واكتر من تلت ابنت انت انت ناداك سبتهم قدام امبي واكتر من مشاكل النقص العددي واكتر من مشاكل الاصابات وفيه حاجات اهم اه وهي علاقة الجمهور باللعبين. انا مش عايز ابقى منظر على الجمهور. جمهور الاهياوي اكبر من ان اي حد ماما كان ثقافته او ماما كان خبرته او ماما كان حبه اللي نادي قالي انه ينظر عليه. جمهور النادي قالي اكبر بكتر قاوي 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 من كده. لان جمهور النادي قالي من الجماهير الخاصة جدا في مصر وفي وفي العالم. هو جمهور لا يعول على اي شيء اللي لعبته ولا يعول على اي شيء اللي مستوى لعبته. مهما كان الظلم التحكيمي مهما كان ظلم الظروف مهما كان ضغوطات المطشط هو دايما كلامه مع العيبة يعني مسلا النهاردة فيه كرة واضحة جدا لدارب الجزاء بتتفوت لصالح محمد الشريف في الشوط الاول ما تحسابش ما فيش حد الكلام عليها لكن في المقابل ضرب الجزاء مشابهة تتحس بصالح رامي صبري على سعد السمير هي ايه ما تتحسابش لمحمد الشريف بتحساب رامي صبر وبتدي مجالي نادي انه يطمع في المطش وكمان في الوقت اللي انت عندك نقصة في الصفوف ومضطر انك تلعب بها باقتصادي فانت قابل انك تضغط الشوط التاني وتحافظ على الثالث اهدافها علشان تقدر تلعب المصري وبعد المصري مشابه عندك المطش اعتقد مع الجونا تقريبا فانت تلحم المطشاط ده بيجبرك على انك انت تصبر وتسكت وتهدى علشان انت النظر بتلعب باخر الاتنين مدافعين عندك اللي هما سعد السمير ورامي ربيع اخر الاتنين مدافعين عندك في القايمة انت بتلعب بيه وبتلعب ببك شمال صغير في السن ناشئ رائع اللي هو احمد نبيل كوكا وبتلعب النحية التانية باحمد رمضان بكم اللي هو يعني بكي مين انت بتحاول تعمله كل ده انت ما تفكرش فيه انت بتحاسب رعبتك دايما بتحاسب جهزك الفاني دايما ده شيء كويس وشيء مش كل الناس بتعمله واجبر دليل عندنا المنافس اللي قدامنا الناحية التانية بيعمل ايه المنافس الناحية التانية بيكرم الناس كلها بيكرم الاعلام بيكرم بيكرم رعيبة بيكرم رعيبة الخصوم انت ليه ترعب قدامي بغير ما تهدأ انت ليه ترعب قدامي بدي الجدية ما تحمد بيكلم المودلين الفانين المنتمين لفرقته في مباراة بيجي لعب حلم طغانا ما بيجي لعب عبد الحافيب باسيونيا ما بيجي لعب طرق يحيا بيكلم الناس كلها ايه لعبته بيكلم الاهلي بيكلم تحكيم بيكلم تحض الكورة هو بيكلم الناس كلها ايه لعبته هو لا يعول على اللاعبية هو يدرك ان اللاعبية لو عاول عليهم بس نهارهم مش فايت فهو ما ده دائما بيدوروا ازاي يحددوا او يمشوا في سكة اه تقرير الدوافة عند الاخرين علشان يعني بالبلد كده المشاطة بقى سهلة عليهم فدي العقية اللي احنا بنتعمل معها ودي العقية اللي احنا بنتمي اليها وش التان ما بين عقية وعقية دي عقية بطل ودي عقية حاجة تاني ودي عقية حاجة تاني فخلينا نتفق على مبدأ اساسي ان انت ما بتيجي تتكلم عن نادر اهلي فانت بتتكلم عن جمهور لا يحتاج او جمهور الناداري انت تتكلم عن جمهور لا يحتاج بين اي بني ادم انه ينظر عليه مهما كانت درجة ثقافته او مهما كانت درجة علمه بالكل ولكن في بعض الاوقات انت بتبقى عايز تتناقش مع الجمهور ده انا ما اتناقش معكم وفقا لله اتفرق عيب اي دورة في العالم بيحصل ان انت عندك حرس مرمى او اي العيب في مركز بحرج بيجي اصابة زي اصابة الكورونا دي وانس انه رجع بيعب على طول لاني مفيش مجال التجريب وما فيش مجال انك انت تدي منح وخلي باركم يا جماعة ان اداء عالي لطفي العالي اللي اعجب الناس في مباراة الزمالك لو كان مش عالمستوى في مباراة سموحة كان من الممكن ان العملية تبقى اسوأ ويبقى الموضوع في انتكاسة في مستوى عالي لطفي لكن ان الصدمة دي خدها محمد الشيناوي بخطأ فادح بالمناسبة انا بعتقد ان هي جاية في وقتها بالنسبة ايه الفريق وبالنسبة محمد الشيناوي لانك انت قتل تطموح الفريق اللي قدامك اللي بنفسك لو الزمالك بالهزيمة قدامه قدامك هو ده غرب قدامك اتنين واحد فانت بعدته خطوة الخطوة دي هو رجعها تاني قدام الانتاج الحربي صحيح وانت رجعتها قدام سموحة هو هو رجعها تاني وانت اتقلتها قدام سموحة لكن انت النادي اهل يعني انت النادي اهل يعني انت قادر على استعادة نفسك تاني مقاما كانت الظروف فمش الوقت مش ده الوقت المناسب انك انت تقتل الشيناوي وتعمل ازمة بين الشيناوي وعلى اللطفي وتعمل ازمة بين الجمهور وبين العيب مهمة في الفرقة مش ده المفروض يتم من جمهور النادي اهل وانا قدر جيدا ان الشريحة الكبيرة في جمهور النادي اهل مدركة الكلام ده وعبت الشريحة الاخرى اللي مشت في الاتجاه ده والموضوع في النهاية لو هنتكلم على انه الهي وهو بالتاكيد الهي يعني في بعض الناس بسط على ان الظلم ان على اللطفي ملعبش ده الظلم لا على اللطفي ملعبش لان الشيناوي هو حاجث مرمى النادي الاخري الاساسي ما ليوش علاقة بالعادل والظلم ومحمد الشيناوي على ما يقدم من اداء يستحق انه يبقى حاجث مرمى النادي الاخري الاساسي ولما يبقى جاهز محمد الشيناوي sogenan hacking عب علينا. ده مبدأ عام موجود فيه جميع عندية العالم الاول. عشان نبقى اوضحين. دي نقطة. النقطة التانية. كل العيبة اللي الاست قدمها خير السنين اللي فاتت مشاريع. مشاريع. ايو ديانج ده مشروعة. حمدي فاتحي ده مشروعة. طهر محمد طهر ده مشروعة. محمد مجدي افشة مشروعة. لازم تصبر على كل مشروعة على حدة لحد ما يجيب نتيجته. انت مش جايب العيب اكبر في السن زي بركاته والشاطر والنحاس. خدوا صدمات كتير في حياته. ملعبوا مبارات كتير. وخدوا بطلات وخدوا منافسات قوية. انت جايب لعبين واعدين. مشاريع لعبين. مشاريع ابطال. مشاريع نجوم. يستطيعوا على المدى البعيد ان هم يبقوا اساطير. واعتقد ان الصبر على افشة بدأ يجيب نتيجته. والصبر على بعض اللي عابين في الفريق بدأ يجيب نتيجته زي ايمان اشرف. ده ايمان اشرف بقى من ضمن لعيبة اللي بتحط لجيها على التلاك الصح. عندك افشة نفس الكلام. وفي الطريق محمد شريف. كمل ده على بقية الجيل ده. هتتبسط. وهتبقى سعيد. والصرية بدأ يحط لجو على التلاك ده. فانت لازم تصبر على المشاريع دي. لحد ما تجيب نتيجته. لانا هتجيب نتيجته انها مشاريع جايدة. ما ينفعش ده ما نبقى فيه استعجال طهر. واستعجال لأي العيد. اصبر. ودي الناس فرصتها. لان دورك يا مشجع انك تدعم. مش دورك يا مشجع انك تشارك في ادارة الفريق مع الادارة الاية. او مع الادارة اللي بتدير الفريق بشكل مباشر. سواء كان جهاز فني او يعبين. هاي دي النقطة اللي مفروض جمهور النادي قالي. يفكر فيها. اكتر من ان هو يفكر فيه النقد والكوميكس والدحك والغزار. وحتى الغضب. انا سعيد بتحسل مستوى الشحات بيبقى دي اداءات اللي ومن دول كويسة. وسعيد اكتر بالتوظيف اللي بيحاول يوظفوله مسيماني خلال فترة اللي فاتت. خصوصا في ظهر الرئابات الكتير اللي موجودة. اهم الشيء يازم نعلق عليه بقى بالنسبة للناحية التكتيكية سواء في ماتش اسموحة او ماتش ان بي. ان ان موسماني بيحاول دولة يستفيد من السرعات كان من السرعات اللي موجودة في الفريق. كان من السرعات في الخط الامامي. في الخط الامامي. النقطة دي هو كان بيحاول يستغلها من بداية الموسم. لك ما كانتش جايبة نتيجة. ليه ما كانتش جايبة نتيجة? لسوق مستوى التمرير اللي بيجي لخط الامامي من الخطوط الخلفية. مع تحسل مستوى التمرير. اكرم. رمي ربيعة. سعد سمير. عمر السلية. بدر بنون. تحسل مستوى التمرير. في الخط الخلفي يستطيع ان يدفع بتحسن ايضا في مستوى الخط الامامي في وجود ناصر مهر وافشة. اتنين يعيبة بيقدروا انهم يقفوا على كرة ويلعبوا زباية. هي دي النقطة اللي ممكن اختصر بها الفكر تكتيكي الجديد. او مش الجديد. هو ده الفكر اللي موجود عند المسلماني من اللاحظة الاولى. لكن ده الفكر المسلماني بدأ يضعوا على الارض نتيجة لطول الفترة اللي بدأت اا يعني تبان نتائجها مع الفريق. خصوصا انك قديت قدام الزمال كويس. قديت قدام سمو حرق من الخسارة كويس. والنهار بقديت قدام انبي بشكل كويس. تطوير الاداء ده على المستوى على المدى البعيد هيقدي لنتاج افضل. خصوصا ان انت عندك نقص كبير جدا في صفوص. مع التأكيد علينا النقص ده هينحسر في وقت النجاوات. لان لعيبة ترجع وان شاء الله لعيبة دي رابط. عندنا كريم ندفد نزل التدريبات. عندنا محمول بتولي نزل التدريب. عندنا اجيه قرب. عندنا علم علور قرب. عندنا محمد هيني قرب. ايمان اشرف وبدربان ان شاء الله مش فيش يوم مشكلة مطش الجايب ازدريب ومتواجدين. محتاجين صبر. محتاجين دعم. حتى وخسرت افريقيا. حتى وخسرت اي بطولة بشكل مفاجئ. مازم يبقى فيه دعم لان انت بتتم مع مع مشروع فريق يستطيع ان يكتسح البطولات بشكل مضطرد. مستقبلا زي ما عاما الجيرمان ويجوزي. اصبر على فرعتكم هتلاقوا النتائج جيدة ان شاء الله. عن ثقة ان شاء الله. في الاول. يا اعجبك الفيديو امتسبسكرايب. في اعجبك الفيديو امريك وشيرك. اراك في الكومنتز. السلام عليكم.